بسم الله الرحمن الرحيم كل سنوان تقايبين ناسبت عيد اكتوبر المقاتل عبدالرقوف جمعة كريم جنت في سبعة عشر خمسة وستين شاركت في حرب اليمن سنتين رجعت من اليمن اشتركت في حرب الاستنذاب اربع سنوات قمت با عدة عمليات ذرع الغام الثبت الحزين خلف الخقوق بعد كده اشتركت في حرب تلاتة وسبعين كانت نصيب الكتيبة بتاعتي خلف الخقوق في ابرديث عشت الكتيبة طبعا كانت قرارها انه هي مفقودة يعاني ديارات اللي ودتنا في اول دفعة ديران طلعت ساعة اثنين بالضبط كانت ديارات فوق البحر الاحمر على منطقة ابرديث كل القوات الخلف الخطوط قوات الخاصة دي هاتي لمنع احتياط العدو من وصوله لقناة سويس عشان ما يعرقلش عبور قوات المسلحة رغم ان الكتيبة طبعا مفقودة ومش هترجع تاني لانه ملهاش امداد ملهاش امداد ولا ديارات اللي ودتك حتى ترجع تاخدك ولا لمخضة ولا اهتقل جرحة ولا شهداء ولا اي شيء بات المهمة بتاعتك كده انا اصبت بدفعة رشاش خلف الخطوط وعشت سبع شهور مع سيادة اللواء عبد الحميد خليفة دقائد ففيلتي وثيادت اللواء مجد شحاطة ومحمد عبد الرحمن دولة عشنا خمس افراد خلف الخطوط سبع شهور في مغارة يعني انا دعت اربع شهور ما شطفتش من الدم بتاع العملية الدفعة الرشاش اللي دخلت فيها وربنا اكرمني كرم كبير واشفاني وقعدنا سبع شهور خلف الخطوط في مغارة ومشينا شهر يعني نحمد الله ونشكر فضله والفضل لبلدي اهم حاجة انه البلد تبقى تعيش ونحمد الله ونشكر فضله وزملات غالبيت كله تشهد ودمرنا مطار ابرديت والقائمين عليه ودمرنا اوتبتين مليانين بالافراد اللي هما يشغلوا المطار وانا طالب قوات المسلحة انها تساعدني في بنيت البيت او اولادي يتوظفوا انا مفيش ولا واحد يتوظفوا اولادي كلهم اشتركوا في القناة